انفجار غامض وجديد طال العمق الإيراني مساء يوم أمس تفاصيل هذا الانفجار تحدثت عنه العديد من المصادر والوكالات المهمة على سبيل المثال رويترز مهر نيوز وكذلك إيرنا وهذا الانفجار كان قد طال محافظة خوزستان جنوب غرب إيران والتي تأتي محاذية طبعا للعراق وهذا الانفجار كان قد جاء بهذه الطريقة باتجاه أحدى المصافي النفطية في مدينة شوشتر التابعة لخوزستان استمرت اشتعال النيران لما يقرب الأربع ساعات ونصف قتل شخص أصيب ستة إصابتين من هذه الإصابات هي بالغة الخطورة وإذا ما دققنا في هذا الموقع وطبيعة هذا الانفجار ونأخذ عددا من العلامات مما جرى نلاحظ بأننا أمام طريق واضح ونلاحظ بأننا أمام مدخل واضح كذلك وهذه هي الخزانات الخاصة بالوقود كما نلاحظ الخزان الثالث هو الذي تشتعل عنده هذه النيران وكذلك نلاحظ من لقطة أخرى إلى الشمال بأننا أمام شجرة واضحة وهذه هي خزانات ثلاثة ستعطينا تأكيدا حول هذا الموقع إذا ما اتجهنا بسرعة إلى القمر الصناعي باتجاه محافظة خوزستان وتحديدا باتجاه مدينة شوشتر هذه هي مدينة شوشتر وإلى شمالها تقريبا المنطقة الصناعية وفي المنطقة الصناعية هذه هي المصفات نتجه إلى اليمين مع الهبوط إلى الأرض وهذه هي المنطقة بالضبط التي كانت قد اشتعلت فيها النيران وجرأ ما جرأ تلاحظ كل شيء متطابق مع هذه العلامات أو هذا المقطع الذي كان واضحا بالنسبة لنا وهذه هي الأشجار وهنا واحد اثنان ثلاثة وهذا يعني أن هذه النقطة تحديدا هذه الخزانات الخاصة بالوقود هي التي اشتعلت فيها النار أي بمعنى آخر بأن هذه الستة خزانات كانت قد اشتعلت فيها النيران هنا هذه الخزانات بأكملها وهذا يعني بأن هذه الخزانات بسهولة قد خرجت عن الخدمة بسبب الحرارة العالية تحدثنا عن أربع ساعات ونصف من اشتعال النيران وهي خزانات الوقود ونلاحظ هنا بأن هذه الخزانات هي الخزانات الرئيسية في هذه المصفات تحديدا تلاحظ مع الخزانات إلى اليمين هنا واضح جدا بأننا أمام خزانات رئيسية للغاية في هذه المصفات هي التي كانت هدفا أو جاء باتجاهها هذا الحادث محافظ شوشتر الذي تحدث عنه أن ما جرى هو عملية سوء استخدام في عملية نقل الوقود من هذه الخزانات للناقلة الوقود التي كانت قريبة من هذه الخزانات لكن في رواية أخرى أكدت بأن الذي جرى أن هذه الناقلة اصطدمت بهذه الخزانات على غير العادة طبعا وهذا أمر غير متوقع نهائيا وهو الذي أدى إلى اشتعال هذه النيران وامتدادها إلى الخزانات الأخرى وإلى المدينة الصناعية وأضرار مادية كبيرة للغاية مما جرى المشكلة الأساسية هنا من هذا الأمر قد يبدو حادثا للوهلة الأولى لكن توقيت هذا الانفجار التوقيت يأتي بعد تقريبا أسبوعين من الهجوم الصاروخي الإيراني الكبير الذي طال إسرائيل بمئتي صاروخ تقريبا بالإضافة إلى أننا نتحدث عن مصفات للنفط والكثير من التقارير تحدثت بأن إحدى الأهداف الإسرائيلية ستكون هي المشاءات النووية والمصافي النفطية على الرغم من أن بنيامي نتنياهو كما نقلت الواشنطن بوست الأمريكية أبلغ إدارة بايدن بأنه لن يستهدف المشاءات النووية أو المصافي النفطية لكن هنا يتحدث عن الضربات العسكرية المباشرة والواضحة والمصرح بها من قبل إسرائيل وهو لا يتحدث عن ما ممكن أن يقوم به الموسادة الإسرائيلية كذلك أن خوزستان ليست بالغريبة أبدا على الموسادة الإسرائيلية في عام 2022 على سبيل المثال وزارة الأمن الإيرانية تحدثت عن شبكة تابعة للموسادة الإسرائيلية في خوزستان ألقوا القبضة عليها واعترفت هذه المجموعة كما تحدثت إيران بأنهم ينفذون عمليات لصالح الموسادة الإسرائيلية كذلك أن هذا الانفجار يأتي بعد أربعة أيام فقط من انفجار كبير وغامض آخر في شاد أباد قال مصانعا للمعادن وهذه المصانع اتضح بأنها مرتبطة بشكل مباشر في عمليات بناء وتجهيز الضواغط والأنابيب المرتبطة بأجهزة الطرد المركزية التي تعتبر هي أساس عملية تخصيب اليورانيوم في المفاعلات النووية بالتالي كل شيء هنا يوضح بأننا من السهل جدا أن نكون أمام عملية تخريبية من الموسادة الإسرائيلي تجاه هذه المصفات النفطية وهنا المشكلة في المصافي النفطية إذا ما تحدثنا عن هذه المصفات تحديدا المصفات تعمل ببساطة أن تعمل بيئة الطريقة الآتية أن يصل النفط الخام وتتم معالجته وأن يحول إلى المشتقات البترولية المهمة مثل الوقود أو البنزين وتأتي هذه الناقلات لأخذ أو لسحب أو نقل هذا الوقود مباشرة إلى محطات البترول ستيشنز إلى محطات التزود في الوقود مثل الموجودة هنا في شوشتر كما نلاحظ ثلاثة محطات وبالتالي أن تضرب هذه النقطة تحديدا وأن تشتعل فيها النيران يعني ضغطا أكبر على المنشآت أو المصافي النفطية الأخرى وهذا هو الذي يسبب طبعا مشكلة للمواطن الإيراني بالدرجة الأساس طبعا وأيضا يضغط على الحكومة الإيرانية تشتعل فيها التظاهرات وبالتالي هذا أمر صعب للغاية والمشكلة فيما يتعلق بإسرائيل رغم أنها أعطى الضمانات فيما يتعلق باستهداف المنشآت النووية أو حتى المنشآت النفطية إلا أن إدارة بايدن وكما نقلت الأسوشيديد برس اليوم كانت قد أكدت بأن رغم هذه الضمانات إلا أن السجل مع إسرائيل يؤكد بأن إسرائيل لا تلتزم بهذه الوعود وهي عادة تخلف هذه الوعود وتخرج عن الوعود وتقوم باستهداف الأهداف التي تبحث عنها وأمي خايشتاين وهو أحد المراسلين في قناة كان العبرية كان قد تحدث خلال الأربعة وعشرين ساعتنا الماضية بأن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن بالأهداف بشكل عام لكنها لم تكشف عن التفاصيل بدقة للجانب الأمريكي وبالتالي وليات المتحدة لا تعرف كامل الصورة مما تخطط له إسرائيل وأن إسرائيل الآن قد اكتملت الخطة بالنسبة لها ووضعت الأهداف وأصبحت مسألة استهداف إيران مسألة وقت كما تحدثت الأوساط العبرية والأوساط الغربية وهذا قد يفسر لماذا منظومة الثاد قد وصلت لإسرائيل لأن الولايات المتحدة لا تعرف ما الذي سيحدث هي غير متأكدة مما ممكن أن يجري وممكن للضربة أن تكون مستفزة للغاية للجانب الإيراني الذي سيدفع إيران كي توجه ضربة كبيرة لإسرائيل بالتالي الولايات المتحدة تريد أن تكون مستعدة لسيناريو كبير للغاية مما ممكن أن يأتي باتجاه إسرائيل نيويورك تايمز كانت قد نشرت أيضا طبيعة الأهداف التي ممكن فعلا أن تستهدفها إسرائيل تحدثت عن أهداف عسكرية ومن الأهداف العسكرية هي المنظومات الرادارية وبطاريات الدفاع أو بطاريات الدفاع الجوية التي تحمي المفاعلات النووية على سبيل المثال المفاعل النووي ناطانز هناك رقابة كبيرة وترقب كبير لما ممكن أن يكون قادما باتجاه هذا المفاعل الموجود هنا بهذا الاتجاه هناك عدد من المنظومات الرادارية التي تحمي هذا المفاعل في أصفهان وكذلك إلى الغرب باتجاه مفاعل آراك للمياه الثقيلة وكذلك أن هناك منظومات رادارية أخرى قريبة أساسا وفي نفس منطقة مفاعل نطانز على سبيل المثال إذا ما اتجهنا الآن إلى مفاعل آراك المفاعل الذي يأتي باتجاه العراق هناك نقطتين للرادارات مهمة هذا هو مفاعل آراك للمياه الثقيلة سنلاحظ هنا بشكل واضح بأننا أمام النقطتين النقطة الأولى هي تأتي إلى شمال هذا المفاعل هذه نقطة رادارية رئيسية مرتبطة بأصفهان ترسل الإشارات لأصفهان مباشرة في حالة أي اختراع ستلاحظ هنا هذه هي النقطة الرادارية تحديدا التي نراها وتلاحظ بأن هناك العديد من المنظومات الدفاعية مثل الـ S200 وكذلك بعض التقارير تحدثت أن خرداد المنظومة الدفاعية الإيرانية موجودة هنا وهذا هو مدخل تحت الأرض للقيادة لهذه الرادارات على مسافة 10 كيلومترات أيضا ترى بأننا أمام نقطة مرتفعة هنا يبدو بأن هناك صواريخ ورادارات إضافية وهذا هو المدخل لهذه النقطة المرتفعة التي تتواجد فيها رادارات إضافية بطاريات إضافية في حالة تعرضت إلى أي ضربة هذه النقطة كذلك إلى الشرق هذا المفاعل سنلاحظ بأننا أمام نقطة رادارية أخرى هذه النقطة تتواجد فيها ثلاث محطات رادارية مع برج للاتصالات كما نلاحظ وكذلك أن هناك بطاريات أيضا من الـ S200 أيضا موجودة هنا في هذه المنطقة وإذا متجهنا إلى أصفهان أهم منظومة رادارية في أصفهان هي تأتي إلى شمال شرق أصفهان رغم أن إسرائيل ضربت الرادار الخاص بالـ S300 لكن هذا الرادار الذي نراه أمامنا شمال شرق أصفهان كما تحدثنا وهذا الرادار الثاني هي رادارات رئيسية تمنع الـ F-15 وطائرات الـ F-15 من الدخول إلى الأجواء ومن جنوب مفاعل نطانز لأنها ستعطي إنذارا مبكرا والمفاعلات ستعمل بقوة لحماية من؟ حماية مفاعل نطانز على مسافة 100 كيلو متر طبعا من الجنوب المفاعل توسع بشكل كبير باتجاه هذه المنطقة المرتفعة ولكن أيضا نقطتين رادارية أخرى ومخابة أخرى موجودة في هذه النقطة خصورة واضحة بالقمر الصناعي ستلاحظ بأننا أمام مخبأين تحت الأرض هنا كل النقاط التي رأيناها فيها مخابة تحت الجبال وتحت المرتفعات هذه مخبأين كما نلاحظ وهي لتوفر عملية إدارة والسيطرة على المنظومة الرادارية صورة أوضح توضح أن هناك تغيرا لطبيعة تواجد هذا الرادار نقطة أخرى أيضا سنلاحظ بأنها أيضا فيها الكثير من المخابة ومنظومات دفاعية موجودة خمس مخابة هي الموجودة في هذه النقطة تحديدا مفاعل نتانس لوحده يتواجد حول هذا المفاعل تقريبا خمسين مخبأا إسرائيل قد تبحث عن عملية استهداف في هذه المخابة وإسرائيل بطبيعة الحال هي بحاجة إلى قنابل على الأقل القنابل التي تستخدمها لضرب هذه المخابة هي جي بيو تسعة وثلاثين التي يصل وزنها إلى الفيرطل أي تسعمائة وسبعة كيلو جراما وبالتالي قنبلتين هنا تستطيع طائرات الأف خمسة عشر من حمل عدد من الطائرات كما نلاحظ هنا من هذه القنابل وعندما نتحدث عن قنبلتين على كل مخبأ خمسين مخبأا يعني مئة قنبلة نتحدث عن عدد ليس بالقليل للطائرات كي تنفذ هذه العملية تحديدا إن كانت من طائرات الأف خمسة عشر وغيرها وإن ممكن لإسرائيل أن تقوم وأن تنفذ استهدافاتها من فوق الأجواء العراقية كما فعلت في شهر أبريل ردا على عملية الوعدة الصادق الأولى ممكن أن يستخدموا هذه الصواريخ صواريخ لورا التي يصل مداها إلى مئتين وثمانين كيلو مترا خاصة وأن القنبلة التي نتحدث عنها قنبلة جي بيو تسعة وثلاثين مداها مئة كيلو متر تقريبا لكن هذا الصاروخ مئتين وثمانين كيلو مترا ولكن المشكلة الكبيرة أن الأف خمسة عشر قادرة على حمل تقريبا صاروخين أو ثلاثة على أكبر تقدير ممكن بالنسبة لهذه الطائرة المعروف بأنها تحمل صاروخين من هذه الصواريخ بالتالي نتحدث هنا عن خمسين مخبأة نتحدث عن ما يقرب المئة صاروخ من هذه الصواريخ وبالتالي نتحدث عن خمسين طائرة من طائرات الأف خمسة عشر يجب أن تحلق فوق الأجواء العراقية لكي تنفذ هذه الضربات ستكون الأجواء العراقية منشغلة بهذه الطائرات كي تنفذ هذه الضربات على هذه المخابة دون اختراق الأجواء الخاصة بالجانب الإيراني أي باختصار شديد للغاية أن إسرائيل فعلا قد لا تضرب المنشآت النووية أو حتى المنشآت النفطية ولكن الأساس من هذه الضربات كما تشير النيورك تايمز وعدد من المصادر أن المنظومات الرادارية وكذلك البطاريات الدفاعية والاحتياطية حتى من الرادارات وهذه البطاريات قد تكون هدفا واضحا من قبل الجانب الإسرائيلي بأن تحقق مثل هذه الاستهدافات إن اخترقت الأجواء الإيرانية أو لم تخترق الأجواء الإيرانية بضرب الرادارات أولا وتخترق الطائرات وتحقق الضربات أو ضربات كلها من بعيد وتحقق الدمار المطلوب لهذه المخابة بالتالي تجعل إسرائيل هذه المفاعلات بلا أي حماية نهائيا ستكون الأجواء مجهزة لأي طائرة كي تدخل لأجواء الإيرانية بعد هذه الضربة الإسرائيلية وبالتالي ستجعل هذه المسألة إيران في مشكلة أما أن ترد وأن تعرض هذه المفاعلات للخطر والدمار وأن تخسر أموالا كبيرة وجهدا كبيرا لسنين طوال بالنسبة لإيران لإنشاء هذه المفاعلات أو أنها تمتص هذه الضربة كون أن هذه المفاعلات أصبحت بخطر وتنتهي جولة عند هذا الحد بالتالي مرشح جدا أن إسرائيل تنفذ مثل هذه الضربات في نهاية المطاف لكن الانفجارات الغامضة عادت